موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأقبار المحلية من قناة عدن الفضائية وجه فقامة الرئيس الدكتور رشاد محمد عليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتحمل تكاليف علاج المناظر الوطني المخضرم أبو بكر شفيق أول محافظ لعدن بعد الاستقلال الذي يعاني ظروفا صحية صعبة وأشهد فقامة الرئيس العليم بالتاريخ الوطني والدور الرائد للمحافظ شفيق وحضوره في الذاكرة الوطنية اليمنية في حقبة حافلة بالنضال من أجل الحرية والاستقلال ونقل مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور يحي شعبي للمحافظ الأسبق التوجيهات الرئاسية بمعونة علاجية شاملة خلال زيارة له بمنزله في العاصمة المؤقت عدن وأشار مدير مكتب الرئاسة إلى أن توجيهات الرئاسية تأتي في إطار اهتمام الدولة بكافة الكوادر خصوصا الرعيل الأول من المناظرين الذين حافروا أسماءهم في الذاكرة الجمعية تقديرا للمعاناة الشديدة لملايين المواطنين المتنقلين من محافظات عدن ولحج وتعز قدم البرنامج السعودي للتنمية والأعمار منحة بمبلغ 20 مليون ريال سعودي لتنفيذ مشروع طريق هيجة العبد الذي سيبدأ العمل فيه مطلع الشهر المقبل إلى التفاصيل قام الأخوة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه ونبيل شمسان محافظة تاز والمهندس أحمد المدخلي مدير مكتب البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن في عدن ووضع حقر الأساس لمشروع نقيل هيجة العبد والذي بلغت تكلفته 20 مليون ريال سعودي وعقب وضع حقر الأساس أدل الأخوة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي بتصريح تمن فيه الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلادنا في مختلف المجالات ومنها هذا المشروع المهم الذي يربط بين محافظتي لحق وتعز والذي سيقدم خدمة عظيمة للمواطنين والمسافرين ويوفر عليهم الكثير من المعاناة حط هذا وضع حقر الأساس يعني مش اللي تعزز فقط للخمسة والمليون نسمة ولكن هو طبعا مستفيد منه لاحق ومستفيد منه صرعة ومستفيد منه إبك ومستفيد منه في كثير من حضر إذا فذلك هذا المبلغ الكبير والذي قدمته المملكة في حياة هذا الطريق وعادتها وتوسعها يعتبر دعم سخي من المملكة والملك سلمان بن العزيز وولي عادل الأمين نحمد بن سلمان نشكر القيادة المملكة السعودية ونشكر كذلك القيادة اليمانية في إنقاذ هذا المشروع والذي نعتبره أكبر مشروع وأهم مشروع بحكم صعوبة الطريق من جانب استعرض الآخر دي شمسان محافظ محافظة تعز أهمية هذا الطريق الاستراتيجي والذي سيمثل نقلة نوعية في تطوير الحياة وتسهيل ترقلات المواطنين ونقل البضايع من العاصمة عدن مرورا بمحافظة لحق ووصولا لمحافظة تعز هذا المشروع الإملاق الذي يتحقق فيه كل القوانب التنموية والإنسانية والخدمية فإن شاء الله يبدأ العمل خلال اليومين القادمة وتبدأ العقلة تدور وتمنيتنا للتوفيق الجميع الأخ المهندس أحمد المدخلي مدير مكتب البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن في عدن أعرب عن سعادته وهو يشارك في وضع حقر الأساس لهذا المشروع الحيوي الهام الذي يعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين تم بهذا اليوم بفضل الله عز وجل وضحج الأساس لمشروع عقبة هيجة العبد الذي يقوم البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن على تنفيذي وذلك بحضور محافظة تعز وأيضا محافظة لحج سوف تكون مدة المشروع ما يقارب 12 شهرا بإذن الله وسوف تنطلق الأعمال من هذا بفضل الله عز وجل شكرا لكم القدير ذكره بأن طول النقيل يبلغ 9 كيلومترات وسيبدأ العمل فيه من بداية شهر يونيو المقبل ويتوقع بأن يستكمل العمل فيه من 6 أشهر إلى 10 أشهر وتبلغ كلفة إنجازه 20 مليون ريال سعودي بتمويل من الملكة العربية السعودية الشقيقة شارك في احتفال وضع حجر الأساس كل من الأخوة المهندس وليد ردمان وكيل وزارة الأشغال لشؤون الطرقات وعبد الفتاح هيثم والدكتور أحمد إبراهيم ومحمد سلام وكلام حافظة لحق وعبد العزيز الشيباني مدير عام مديرية الشمائتين وقمال شمسان مدير عام مديرية المقاطرة وبالسام الحرق مدير عام مديرية طور الباحة وعدد من قيادات السلطة المحلية في محافظتي لحق وتعز والقيادات الأمنية والمشايخ والأعيان وقمع غفير من المواطنين ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحجة برئاسة محافظة المحافظة الواركن أحمد تركي في اجتماعه الدوري الثالث للعام الجاري تقريري مكتب وزارة الزراعة والريوة الثروة السمكية وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة وشدد المحافظة تركي خلال الاجتماع على دورة انتظام عقد دورات اجتماعات المكتب التنفيذي بمحافظة لحجة شهريا حسب تعليمات وزارة الإدارة المحلية ورفع تقارير الاجتماعات للوزارة وقرر المكتب يقاف بيع الأراضي الزراعية الخاصة وتغييرها إلى أراضي سكنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وسرعة تنفيذ حملة أمنية لضبط المزارعين المخالفين الذين تخلوا عن أراضيهم الزراعية ببيعهم لها مشيرا إلى قراره بتشكيل اللجنة المكلفة بتنفيذ حملة أمنية لإزالة الأمنية العشوائية وأنابيب المياه المربوطة عشوائيا ويتم تسخيرها لري أراضي المزارع الخاصة من أبار المياه في مناطق مغرس ناجي والفشلة بمدرية تبن بالمحافظة ووقف الاعتداءات على مواقع الآثار بمدينة الصبر بالمدرية نفسها كما قرر المكتب عدم منح تراخيص مساحات الأراضي الفائضة من جهاتها المعنية إلا بعد مراجعة الخط التجاري الرسمي المصروفي السلفا منوها بأهمية تحصيل رسوم الري وغرامات المخالفات في القطاع الزراعي بالتنسيق ما بين مكتب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالمحافظة وسلطات المحلية بمدريات المحافظة ومكاتب الزراعة والري فيها وتم إقرار إعداد آلية مثلة للاستقبال موسم السيول العام الحالي وفي المقدمة تجهيز قنوات الري حتى لا تتسبب السيول في حدوث أي أضرار في المتلكات الخاصة والأملاك العامة وألزم المكتب بتحقيق العدالة في توزيع مياه السيول على المزارعين طبقا لمبدأ تكافئ الفرص ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الشبوة في اجتماعه الدوري الخامس برئاسة محافظة المحافظة عوض بن الوزير تقارير عدد من المكاتب الخدمية بالمحافظة وفي الاجتماع بحضور وكلاء المحافظة الدكتور عبد القاول أمروق وسالم الأحمدي وعلي الكندي وسالم النسي وسالم بعوضة ومحمد الفاطمي تم استعراض ومناقشة تقرير من مكتب التخطيط والتعاون الدوري عن المشاريع المنفذة والمشاريع قيد التنفيذ بالمحافظة وذلك خلال العام الماضي التي تم تميلها من مخصص الدعم الرئاسي للمحافظة ومن حصة المحافظة من مبيعات النفط إضافة إلى تقارير عن نشاط وأداء مكتب الأشغال العام والطرق خلال الربع الأول من العام المالي 2022 ونشاط وأداء فرع صندوق صيانة الطرق الجسور وفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة وأكد محافظ شبو على دورة تحمل القيادات الإدارية بالمحافظة لمهامها ومسؤولياتها العملية في خدمة التنمية المحلية بالمحافظة وخدمة مواطنيها بالصورة المشهودة مبدئا استعداد قيادة السلطة المحلية دعم مساعدة ورعاة كافة الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه وكان تنفيذي المحافظة قد استهل اجتماعه الدوري بسأراض محظر اجتماعه السابق ومسؤولي تنفيذ القرارات والتكليفات التي اتخذت خلالها ناقش اجتماعه برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون على أليات الرسمية للالتزام بتحديد أسعار وأوزان الروتي المقرر سلفا وزن 55 إلى 60 جراما بسعر 50 ريالا وشدد الاجتماع الذي ضم مدير عام مديرية المعالة عبد الرحيم الجاوي والقائم بأعمال مدير مكتب الصناعة في عدن هشل ومحمد ووكيل نيابة الصناعة والتجارة هاني الصراري على ضررة التنسيق بين السلطة المحلية والصناعة والنيابة ومن أجل ضبط أسعار بيع الروتي والحد من أي تلاعب قد يقوم به بعض ملاك المخابز خلال البيع للمواطنين كما شدد أمين عام محل عدن على الاتزام التزام ملاك المخابز ببيع الروتي وفقا للأوزان والأسعار المحددة من الجهات الرسمية مؤكد ان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخابز المخالفة وذلك انطلاقا من حرص السلطة المحلية في عدن بقادة وزير الدولة المحافظة أحمد لملس على تخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع المعاشية الصعبة الرهنة التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد اللجنة الفنية المكلفة المشتركة من وزارات حقوق الإنسان والداخلية والدفاع برئاسة العميد علي محمد رئيس الفريق وعضوية العميد عارف عريم مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والعقيد عارف البيبسي ممثل الشركة العسكرية ومنسق اللجنة أمين المشولي وممثل وزارة حقوق الإنسان ليزا عبد الرحيم التي تم تشكيلها بتوجيهات رئاسية وتحت إشراف الزير حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن منع تجنيد الأطفال ضمن القوات المسلحة والأمن وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن وكذا لطلاع على التنفيذ الصحيح للمعائر القانونية لعمليات التجنيد حيث اطلع رئيس اللجنة الأمين العام والحضور من قضاء يمثلون النيابة والمحاكم ومدراء عموم عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المهم الموكلة إليهم بالنزول واللقاء بقيادات الوحدات العسكرية والأمنية لتوعيتهم العمل وفق القرارات النافذة والخاصة بتجنيد الأطفال من جانبه رحب الأمين العام برئيس وعضاء اللجنة مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة برئاسة المحافظة الواركن أبو بكر حسين سالم تؤيد هذا التوجه ومنع تجنيد الأطفال ومنحهم حقهم في التعليم والعيش الكريم كما أكد الأمين العام على تقديم كافة تسلات للجنة لإنجاح مهامها وفي نفس الإطار قام الأمين العام ورئيسه وعضاء اللجنة والقضاء ممثلوا النيابة والمحاكم بالنزول للسجن المركزي بالمحافظة للإطلاع على أوضاع المساجين تحت سن الثامنة عشرة ومعرفة القضاء المتهمين فيها والأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه الأفعال اطلع من عام المجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد على سير العمل في فرع البنك المركزي بمدينة زنجبار وأطاف الحامد بمختلف إدارات وأقسام البنك وتعرف من العاملين على جهودهم المفذولة بالعمل لنهوض بخدماته وعقد الحامد لقاء مع مدير عام فرع البنك المركزي في أبيان حسين مهدي وكوادر البنك وجرى خلاله استعراض عدد من القضاء المتعلقة بعمل ونشاط البنك والجهود الجارية للارتقاء بنشاطه منذ إعادة افتتاحه وتأهينه وأشهد أمين محلي أبيان بكل جهود التي يبذلها العاملون في البنك وتقديم أفضل خدمات المصرفية للمؤسسات الحكومية وتقليص معاملات المواطنين بكل همة وسهولة وجه وكل أول حضر موت عمر بن حبريش باعتماد تمويل وتنفيذ مشروع مياه لبنة والحيسر والمناطق المجاورة لهما وتضمن المشروع البالغ تكلفته 393 ألف دولار ضخ مياه من الوادي إلى أعلى قمة في الجبل بارتفاع 250 متر ثم يعاد الضخ المياه من خزان التجميع على أعلى الجبل إلى خزان رئيس مغذي لمنطقة لبنة بارشيد وضواحيها وتنفيذ خط مياه ناقل مع جميع تركيباته من الأعمال المدنية بطول 14 كم وبأقطار مختلفة نظمت الإدارة العامة لشرطة السير بالجمهورية حفلا تكريميا للمبرزين في فعاليات أسبوع المرور العربي المناقد خلال الفترة من الرابع إلى العاشر من مال جاري تحت شعار مرور آمن ومتطور وفي الحفل أثمن وكيل أول وزارة الداخلية الواركن محمد الشريف ثمن جهود رجل المرور في الميدان عبر توجيهه للمواطن في استخدام الأمثل للطريق وتطبيق قواعد وتعليمات المرور الآمن حثن القادة والنخبة المجتمعية إلى عكس قواعد السير في سلوكهم اليومية حتى يقتدي عامة الناس بهم في تطبيق السلامة المرورية وسلوك استخدام الطريق سواء أثناء قيادة المركبة أو السير كمشاف على الطريق ودوره أكد مدير عام الإدارة العامة لشرطة السير والجمهورية العميد عمر بامشموس أهمية التكريم الذي يأتي لرد الجميل المشاركين والمتفاعلين مع أنشطة أسبوع المرور ناقش وكيلة محافظة أبيان محمد ناصر الجحمة وحسين الجنيدي مع نائب مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي مدير عام السجل العقاري بمحافظة أبيان محمد سالم هدران مستوى الأداء في المكتب والمعوقات التي تواجهها والاحتياجات اللازمة لتجاوزها وأشهد الجحمة والجنيدي بمستوى العمل والتنظيم في المكتب ولفتا إلى أهمية بدل المزيد من الجهود في تطوير الأداء وأشار إلى أهمية تسيير إجراءات أعمال السجل العقاري والعمل وفقا لقانون السجل وتأكيد من صحة الوثائق المقدمة للحفاظ على أملاك الدولة والوقف الخاص بأرشفة الوثائق من جالبه استعرض هدران مستوى سير العمل وما يبذل لتطوير وتحسين الأداء بصورة مستمرة للارتقاء بدور المكتب في الحفاظ على أراضي الدولة نظم البرنامج الوطني لمكافحة تدخين معالجة أضرار بوزارة الصحة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة حول إعداد دليل الإقلاع عن التدخين بمشاركة عدد من الكوادر المتخصصة وفي افتتاح الورشة أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوق شرجبي أكد على دورة شراك عدد من الجهات الأخرى في إعداد الدليل والأخذ بتجارب الشعوب المتعددة في مجال مكافحة التبق واتخاذ الأبحاث ذات الأهمية في هذا المجال فيما استعرض مدير برنامج مكافحة تدخين ومعالجة أضرار الدكتور محمد القشة أوضح سيرى أداء مسودة الدليل التي تتضمن العواقب الصحية لتدخين معايير تشخيص الإدمان على النيكوتين والآثار السلبية للمتناع المفاجئ للتدخين وستراتيجية مساعدة المريض في الإقلاع عن التدخين وتشجيع المدمن مساعدته وتفقده أثناء العلاجة من إضافة إلى توصياتي بعشرة مبادئ توجهية وأربعة مبادئ تحفيزية دشن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي صحتي أولا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات البحوث بوزارة الصحة ورشة إعلان نتائج تقييم أداء نظم المعلومات الصحية الروتينية الورشة التي تنظم بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة جون سنة يشارك فيها ثلاثون مشاركا من مدراء مكاتب الصحة بالمدريات المحافظات المستادفة وهي عدن ولحج وتعز وفي افتتاح الورشة أكد كل من وكيلي وزارة الصحة لقطع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي والسكان الدكتور سالم الشبحي ومدير عام الإدارة العامة للمعلومات البحوثة الدكتور أحمد السعيدي أهمية الورشة في تقييم الأداء في مدريات البريقة وتبنى المؤسطة التي يأتي ثمرة لجهود متمددة أو متعددة من فبرار 2021 حتى مايو 2023 داعينا إلى ضرورة وضع المخرجات الملائمة للتقييم التي تعز من مفهوم الأداء الإيجابي المتجه نحو تعافي القطاع الصحي هذا وسيتم عمل خطة عمل موحدة مع الشركاء مع الشركاء لتنفيذ التجربة في المدريات الثلاث بعد القيام بتجهيزهم وتنفيذ برامج وطنية يعنى باستخدام منصة تدريب أونلاين حضر الورشة المدير القطري لمنظمة جونسنو أريك أوجارا عقدت بجامعة العلوم التكنولوجيا بالعاصمة المأقة عدن الندوة العلمية الأولى التي طلبت بكل ريوص الطب الأسنان وفي الندوة أكد دكتور خالد عمر باسليم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية أكد أهمية عقاد هذه الندوة التي تصب في مجال البحث العلمي وتنمي مهارات الطلاب في هذا المساق وتجعله مقادرين على النهل بشكل واسع وبمنهجية تحسن من أساليب البحث من جهة أكد الدكتور مونير العبادي مساعد رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة بالجانب البحثي وعلى امتلاك طلبات الجامعة للأدوات البحثية التي تساعدهم على حل المشكلات التي تواجههم بمنح ومنهج علمي وعلى مواصلة الدراسات العليا في تخصاتهم المختلفة بدوره أشهد دكتور خالد شعفل مدير عام المؤسسات التعليمية الأهلية بوزارة التعليم العالي أن الاهتمام بالقيام بمثل هذه المشاريع يأتي في صميم المأمول من مؤسسات التعليم العالي والأهلي بالأخص فيما أكدت الدكتورة سماح العامري رئيس قسم الطب الأسنان على أن مثل هذه الفعاليات هي المنطلقة الأساس لتخرج طلبة باحثين يعملون وفقا للمنهج العلمي وفي ختام الندوة تم عرض نتائج المشاريع البحثية لطلبة المستوى الخامس في الكلية والطريق والطرق المنهجية والممنهجة التي اتبعوها في أعداد المشاريع والنتائج التي توصلوا إليها من خلال البيانات التي تم تحللها باستخدام البرامج الأحصائية هذا وتفقد الدكتور خالد باسليم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودكتور خالد أشعف المدير عام المؤسسات التعليمية الأهلية بوزارة التعليم العالي ورافقهم الدكتور عبدالغني حميد القائم بأعمال رئيس الجامعة بجولة التفاقدية للمعرض الذي وقيمه بالتزامن مع الندوة العلمية الذي اجتمل على الأعمال الفنية لطلبة الطب الأسنان في الجامعة والذي تم فيه عرض الكثير من العمال الفنية المرتبطة بتخصص الأسنان وخلال جولته بأرجاء المعرض عبر الدكتور خالد باسليم عن إعجابه بالمستوى العلمي الذي وصلت إليه جامعة العلوم والتكنولوجيا في مجال طب الأسنان والمساحة العلمية التي منحت الجامعة للطلاب في هذا المجال الذي يعكس مستوى الكادر العلمي المشرف على العملية التعليمية في الجامعة في كل التخصصات تسلمت ستون امرأة من المجتمع المضيف والنازحات في مدريات سيئون مكائن خياطة مع مستزماتها المقدمة من مشروع تمكين المرأة اقتصاديا والممولة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت الذي نفذته مؤسسة فور هيومن للتنمية مزيد من التفاصيل في التقرير التالي اختتم اليوم مشروع تمكين المرأة اقتصاديا الممول من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت ونفذته مؤسسة فور هيومن للتنمية بتسليم ستين امرأة من المجتمع المضيف والنازحات في مديرية سيئون مكائن خياطة مع مستلزماتها وفي حفل خاص نظمه فريق عمل المشروع اوضحت منسقة المشروع وممثلة مؤسسة فور هيومن للتنمية نور حسان النتائج الإيجابية التي حققها المشروع نشكر الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية على دعمها لمشروعنا اللي بدأناها قبل عام دربنا ستين مستفيدة حيث انه كل ثلاثة اشهر ندرب عشرين من النازحين والمجتمع المضيف فجاء الدعم الحمد لله بتمكين ستين مستفيدة بمكينة خياطة وطاولتها والكرسي مستلزماتها كاملة من أدوات التطريز وأدوات الخياطة والأجمشة فإن شاء الله شكرا لهم على دعمهم وإن شاء الله يكون بادئة خير لكل المستفيدات بحيث بدأنا بمشروعهن الخاص فيما عبرت مدربة المشروع والمستفيدات عن سعادتهن للانطلاق إلى سوق العمل معكم المدربة عايشة القصوص قمنا بتدريب المتدربات مدة ثلاثة أشهر لثلاثة دورات كانين معانا الحمد لله نشيطات ومتفاعلات في هذا المجال حقهن واليوم تتمكنين ببداية مشروع لهن باسمي ونيابة عن زميلاتي أقدم الشكر الجزير للهيئة الخيرية العالمية الإسلامية لما قدموا من اهتمام ودعم هذا المشروع الناجح والرائع مشروع تدخل الحماية الذي أهلنا في مجال الخياطة حيث اكتسبنا مهنة نستطيع بها تحسين الوضع المعيشي كما نقدم الشكر الجزير للمنسقين والمدربين على هذا المشروع نشكر المؤسسة فور هيومن لتدريبها لنا ونشكر الداعمين الذين منحونا هذه الأدوات لبداية مشروعنا وشكرا الهيئة الإسلامية لدولة الكويت على منح هنا هذه الثقة وإعطانا هذه الأدوات لنبدأ فيها مشروعنا تزداد همية المشروع كونه يسهم في تحسين الحماية القائمة على حقوق الإنسان من خلال التسهيلات والوصول الآمن والبديل لبرامج تحسين المهارات الحياتية للفئة المستهدفة أماني خليل لقناة عدن الفضائية سيئون تسلم مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة حوالي أربعة أطنان من الأجهزة والمستجزمات الطبية المقدمة من منظمة يمن أيد بتمويل من منظمة مسلم أيد وخلال عملية تسليم هذه الشعنة من التجهزات الطبية أشهد وكل المحافظة المساعد على الكندي والقائم بأعمال مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي أذيب بهذا الدعم من منظمتي يمن أيد ومسلم أيد واتجاه محافظة شبوة وخاصة قطاع الصحة والسكان فيها والذي أصبح بحاجة ماسة لمثل هذا الدعم الطبي فظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا حاليا بسبب الحرب العبثية التي تشنوها ملشاة الحوث الانقلابية على الشعب والوطن داعيا المنظمات الداعمة إلى زيادة حجم مساعداتها وتوسيعها في محافظة شبوة لمساندة الجهود الرسمية بقطاع الصحة والسكان والقطاعات الأخرى يستمر أبناء تعز في التعبير عن حاجتهم الملحة إلى فك الحصار عن مدينتهم بكل الوسائل المتاحة بشتى الطرق حيث نظم عدد من رسامي الكراكاتير معرضا يحاكي واقع معاناة الحصار التي تفرضه ملشاة الحوثي على المدينة التفاصيل في تقرير الزميلة نعام خالد رسم الكراكاتير فننوا إبداعا وخصوصا عندما يتوجه إلى نقل معاناة فهو سلاح أقوى وأبلغ ففي معرض الكراكاتير الذي أقيم في عقبة المنيف الشماسي بالقرب من خط الرابط بين المدينة المحاصرة والحوبان القريب البعيد يكون له وقعا متميز وما يميز الرسومات بأنها تصب في حصار تعز ومعاناة البسطاء في السفر والتعب والموت وهم في طريقهم العبور إلى مدينتهم للعلاج أو لأسرهم مع تزامن وقفة بجانب المعرض مستمرة بالمطالبة بحقهم في فتح الطرقات الرئيسية التي تعتبر حق إنساني وواقب من الجميع التقاولة من قبل الأمم المتحدة والتحالف وكذا الضغط من المجلس الرئاسي من أجل فك الحصار عن تعيد نحن نوقف اليوم نطالب بفتح طرقنا الأساسية المغلقة منذ ثمانة أعوام نحن في تعز لسنا محاصرين من محافظة لمحافظة نحن في ظل المدينة الواحدة حارة تقاه حارة يعني محاصرين من حارة إلى حارة بيوتنا على مرمى النظر نريد الذهاب إلى بيوتنا لا نريد فتح معابر قديدة وإهانات قديدة وطرق قديدة نريد الطرق القديمة التي تفصل ما بين الحارة والحارة ستستمر الوقفات الاحتجاجية في تعز من أجل فك طرقات تعز الرسمية نحن لا نريد طرق فرعية فقط نريد الطرق الرسمية وسنستمر بالوقفات هذه إلى أن يتم تحقيق مطالبنا ورفضين رفضاً تام فتح معابر جانبية وفرعية لأنه ستكون نفس المعاناة ونفس الخسائر ونفس الحوادث نحن نريد فقط فتح الطرق الرسمية فقط لا غير تعز تحزن محاكاة الواقع دائماً بكل الطرق السلمية وغير السلمية ودائماً تدعو للسلام وهي تعز بسلميتها دائماً تدعو إلى فك الطرقات الأساسية والرئيسية التي عانى منها المواطن البسيط في نفس المحافظة نعايم خالد قناة عدن الفضائية تعز أقامت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة مأرب فعال تشار تقرير آثار الحرب على قطاع التربية والتعليم خلال الفترة من الرابع والعشرين من أكتوبر 2014 حتى الثلاثين من ديسمبر 2021 والتي طالت أكثر من عشرين ألف معلم ومعلمة وتدمير أكثر من خمسة وأربعين مدرسة مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عده زميل محمد الجداسي نظمت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة مأرب فعل تشار تقرير آثار الحرب على قطاع التعليم خلال فترة 24 أكتوبر 2014 إلى 30 ديسمبر 2021 أشار ملخص التقرير إلى انتهاكات التي طالت العاملين في الهارة التربية والمشاة التعليمية وأوضح مغتل 1580 من المعلمين و1137 تعرضوا للاعتقال والاستطافة ونزوح وتهكير أكثر من عشرين ألف من المعلمين والعاملين في غضاء التربية والتعليم نقيب المعلمين بالمحافظة الأستاذ أبطل البازلية وإحدى المعلمات النازحات من محافظة تعز تحدثوا عن انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق التعليم والمعلمين أشهرها للتقرير الخاص اليوم في محافظة مارب هو بسبب الوضع الذي يعيشه المعلم بشكل عام في الجمهور اليمينية طبعاً الوضع في الجمهور اليمينية وصل إلى مرحلة أسوأ مما يصور في البعض إذا كان في وضع ميليشيات الحوثي تجهيل متعمد وفي وضع الشرعية غلا فاحش لكل المؤنات وكل الاحتياجات المعلم كيف يكون حال المعلم ولهذا نحن ناشد كل النظرات المجتمع المدني وكل العاملين في هذا القطاع أن نظروا نظرة عطف ونظرة صدق لأوضاع المعلمين في الجمهور اليمينية يعني يجب أن نعيد التعليم لواقعه الذي يجب عليه أن يكون ليس الواقع الذي نتحدث عنه عن المنهج التعليمي لواقب هذه التحديات التي تمر فيها من مواقهات القلاب الحوثي والحرب الغاشمة على اليمن إذا لم تكن الحكومة حاضرة في هذه الفترات فإننا نستوقع عقيل شبه واعي في السنوات القادمة مما سيضخم علينا المشكلة وجود أو طيل علينا الحرب فترات طويلة من الزمن إذن الحكومة يجب أن نتعي أن المنهج يجب أن تعدل والمعلم أن يجب أن يعطى له حقه المعلمين أن تحدث عن المعلمين في المحاصرين في تعز المعلمين المواد الغذائية أصبحت بسعار باهضة بخلاف الارتفاع السعر أو نزول الصرف إنها منطقة محاصرة ومتم تعرفون لا يخفى عليكم كيف تدخل المواد الغذائية لتعز ذلك نرى أن الحكومة أن تنظر للمعلم نظرة قادة لأن برقي المعلم ترقى المجتمع المشاركين في إدارة الفعالية استعرضوا الانتهاكات والجرام الحوثية بحق المعلمين والعملية التعليمية المعلمين يمثلون حقر الزاوية والنواة الحقيقية في مواجهة الفكر الحوثية الطائفية لقناة عدن الفضائية محمد قداسي محافظتي مارب بهذا التقرير نختتم النشرة شكرا لطيب متابعتكم للقاء اشتركوا في القناة